نفتح الملف الذي شغل الرأي العام ولم يكن محطة اهتمام فقط من الإعلام المغربي أو الجزائري ولكن حتى الإعلام الأجنبي العربي الدولي نطرق لهذه القضية بتفاصيل التفاصيل المسؤول الأول عن هذه الكارثة الأخلاقية والقانونية والتنظيمية والرياضية اليوم هو الاتحاد الجزائري لكرة القادمة لأن منك تجينتا وكتطلب مني أنك تقلب لي لأبراي فوتو دي الفوتوغراف اللي يجاي معايا وتبقى شهدها عندك ربع أيام ونحن بنوبيل المرش تلتيام هذه مضايقات أرى الخارطة دي للدولة ما عندها حتى شي إيحاء من غير أنها خارطة دي للدولة لكن خارطة المغرب وخارطة أي دولة ليست بعلامة تجارية وليست بمستشهر ومسموح بها قانونية عدم خوض مقابلة هو قرار الاتحاد الإفريقي سيادة لدولة مستقلة اسمها الجزائر على دولة أخرى مستقلة اسمها المملكة المغربية العيون نحن نرى كمشوا لها في طموبيلتنا والداخل كمشوا لها في طموبيلتنا وذيك بلادنا وفيها سلطات إدارية مغربية إلى أين يسيرون وما هو المستحبل المنتظر بالمسبة لهم؟ الاتحاد جزائري هو المسؤول على كل ما يقع الحاكم لا يعني تقدم وتطور الكره الجزائرية بقدر ما يعنيه أن يحقق انتصارات وهمية على الاتحاد الدولي أن يفعل أيضا النصوص الواردة في النظام الأساسي وأن تصدر عقوبة في حق الاتحاد جزائري دوليا من أجل إيقاف مثل الممارسات هناك تسيس للرياضة وعلى الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي تدخل في مجموعة من الدول وأوقف أمس شطات اتحاداتها المحلية بسبب أمور قد تكون أقل مما حدث مع نادي نهضة بركان هناك في مطار هواري بوميديان أسعد الله ومساكم مشاهدين الكرام نحييكم في حلقة جديدة من برنامج ضيف التحرير وضعت السلطات الجزائرية نادي اتحاد العاصمة في مأزق كبير بعد استحالة إقامة مباراة ذهب الدول نصف النهائي مع ضيفه نهضة بركان المغربي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أصدر بالأمس بيانا رسميا بخصوص إلغاء المباراة وأكد فيه بأن الملف سيحال على الهيئات المختصة فماذا يقول القانون في واقعة مثل هذه ولماذا تصر السلطات الجزائرية على تسيس المنافسات الرياضية وأي مستقبل ينتظر الأندية والمنتخبات الجزائرية في ظل ما يسمى قانونيا حالة العود حيث سبق للجزائر تحويل المنافسات الرياضية إلى مسرح تبحث فيه عن انتصارات وهمية على حساب المملكة المغربية ووحدتها الترابية للإجابة عن هذه الأسئلة وأكثر يسرني أن أرحب باسمكم بالمهدي الزوات المحامي والخبير في الحاكمة الرياضية مهدي أهلا ومرحبا بك أهلا ومرحبا بك مرحبا بمشاهدين الكرام قبل أن نبدأ بهذا الملف الذي لا يعتبر شائكا بما أن القانون واضح في مثل هذه الوقائع لابد أن نهنئك نهنئ المغاربة نهنئ أنفسنا بما حققه منتخب المغرب لكرة القدم داخل القاعة الفوز بلقب كأس المهم الأفريقية للمرة الثالثة على التوالي بقيادة المدرب هشام تقيك يوم أمس وحصده الأخطر واليابس من الجوائس كيف تابعت هذا الحدث؟ لا يمكننا إلا أنه كنا جد سعيدين بعد تحبه الإنجاز الذي حققه منتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة ونحن نعلم الموقع الذي أصبحت تشغله كرة القدم داخل القاعة على المستوى العالمي فالمغرب اليوم يؤكد ريادته وسيادته على كرة القدم داخل القاعة في أفريقيا فانتدار إن شاء الله أن يحقق نفس الإنجاز بكأس العالم التي سوف تقامه قريبا واليوم المنتخب الياباني هو أحد أكبر المنتخبات تقسم كأس آسيا فكن نظن بأنه منافس كبير شريس للمغرب عذبنا البرازيل في ربع نهاء المونديا للأخير وكبار كرة القدم داخل القاعة مع الأرجنتين وفرنسا وغيرها من المنتخبات فكل الأمنيات بالتوفيق للمنتخب الوطني داخل القاعة ونحن نتحدث عن سفير آخر للكرة المغربية هو نهضة بركان ولكن يعني لا بد كان من هذه المقدمة التي فيها إشادة بمنتخب وطني استحق البرقية الملكية التي كانت بالأمس لتهنئته بهذا الإنجاز الذي تحقق على أرض المملكة المغربية للمرة الثانية بعد نسخة أخرى كانت في مدينة العيون نفتح الملف الذي شغل رأي العام ولم يكن محطة اهتمام فقط من الإعلام المغربي أو الجزائري ولكن حتى الإعلام الأجنبي العربي الدولي الذي تطرق لهذه القضية بتفاصيل التفاصيل وأحبذ أن نبدأ بكرونولوجيا زمنية لكي نبين للسادة المشاهدين أين كانت التجاوزات القانونية أو غير القانونية من طرف السلطات الجزائرية جرت العادة مشاهدين الكرام حين تتنقل الأندية أو المنتخبات إلى دولة أجنبية من أجل إجراء منافسات رياضية تنضوي تحت لواء اتحاد قاري أو اتحاد دولي وهو الفيفا أن يكون معها مستلزمات رياضية ليس كذلك؟ صحيح مهدي أنت ترأست بالمناسبة بعثات لنادي الوداد ومن بين الدول التي تزرتون فيها الجزائر مؤخرا ليس ببعيد مؤخرا ما الدور المنوط بسلطات تلك الدولة على مستوى الجمارك على مستوى شرطة المطار على مستوى مراقبة الحدود إلى غير ذلك من المؤسسات وهل بالفعل هي ملزمة بدفتر تحملات تكون قد فرادته الهيئة المنظمة وكيف تم خرق ذلك باحتجاز المستلزمات الرياضية من أقمسة وغيرها لنادي مهضة بركان أول شيء هو نتحدث عن القوانين والأنظمة للاتحاد الأفريقي والمنبطقة عن قوانين الأنظمة الفيفا والاتحاد الدولي والتي تتحدث عن مسؤولية الاتحاد المحلي في تنظيم اللقاء يعني الفاف الاتحاد الجزائري لفرد قدر لكي نرى تسمية الأمور بمسمحة تتصرت بالمسؤولية على من يستحق جميل المسؤول الأول عن هذه الكارثة الأخلاقية والقانونية والتنظيمية والرياضية اليوم هو الاتحاد الجزائري لكرة القدم لماذا؟ لأن القانون المنظم لكأس كونفدرالي إفريقيا يجبر الاتحادات المحلية التي تستقبل مباريات المسابقة أن تسهل جميع الإجراءات الجمركية والإدارية بما في ذلك الحصول للتأشيرة بالنسبة للدول المفروضة عليها لدخول هذه الأرض وبالتالي فكان لزاما أنهم يسهلوا المؤمورية فأش نتكلم عن السهل المؤمورية؟ أش نتكلم عن السهل المؤمورية؟ ونطلب مني أن تقلبني لفوتو الفوتوغراف الذي أتي معي ونظر لك أدعى لك 4 أيام ونحن نبين في المنظم 3 أيام هذه مضايقات مني كأتأتي ونطلب مني أن تقلب الأقميصة التي سألعبها وهي أقميصة مؤمورة بالكاف لأن هنا في الباب الخامس من الباب السادس من القانون المنظم المسابقة تقول لك أن تكون مؤمورة بالمناسبة لكن نتحدث بشكل أوضح المنتخب الموريتاني يضمن خارطته على مستوى قميصي المنتخب الوطني مالي فعلتها الكاميرون فعلتها منتخبات عالمية أوكرانية وغيرها تضمن القميصة الثالث في كثير من الأحيان أرى الخارطة دين الدولة أرى الخارطة دين الدولة ما عندها حتى شيء إيحاء من غير أنها خارطة دين ديك الدولة فقط لانتغبخي طاس شو التأوين هو مرتبط بالطرف الآخر نعم وهذا في الإطار حتى الفيفا الاتحاد الدولي الذي يعول عليه من طرف الجزائريين اليوم بذهابهم إلى الطاس الاتحاد الدولي بدوره وفق لبنود محكمة التحكيم الرياضية يسمح للمنتخبات بأن تضمن أو الأندية أن تضمن أقمصتها ما يسمى بالتزيين وفي التزيين قد يكون عالم تلك الدولة وقد يكون خريطة تلك الدولة وبالتالي الأمور الأمور واضحة اليوم تم منع نادي نهضة بركان من استلام أمتعته الرياضية التي فيها الأقمصة التي تحمل خريطة المملكة المغربية هذا سبب كاف لعدم خوض التدريب أو خوض المباراة التي كانت مقررة يوم أمس من طرف نهضة بركان وإذا سمحت الأخ نوفل قبل أن نطرقوا لدى النقطة نبقوا في التحاد الدولي ومن غادي نمشي للتحاد الدولي را غادي نمشي بجميع قوانينه التحاد الدولي في المدى 14 من نظام السيسي دي من غادي نمشي لها بالمناسبة من غادي نمشي للمحكمة تحكين رياضي لا ده بدتي حسب لنادي نهضة بركان الأمور قد حسمت والأمر منوط الآن بالأجهزة المختصة وفقا لبلاغ الذي صدر عن الكاف يوم أمس هي من ستدرس القضية والعقوبات التي ستفرض على اتحاد العاصمة الجزائي مني كنقوله احنا في نقاش نعم في المدى 14 دي النظام الأساسي الاتحاد الدولي كي يقولك بأن الاتحادات التي لا تسير شؤونها بشكل مستقل عن جميع المتدخلين الجزاء ديلا يكون إما الإيقاف أو تشطيب نهائيا على عمل وصبق الاتحاد الدولي أنه جمد نشاطة دي المجموعة من الدول صحيح في آسيا في أفريقيا تدخل السياسة في الرياضة تنتحد الفرنسي سبق وأن توصله بتوبيخ من الاتحاد الدولي لأنه كان هناك شبهة تدخل السياسة نحن اليوم أمام تدخل صريح للسياسة في الكورة لأنك اليوم كتجيك تناقش مع واحد دولة قضية عندها سياسية داخل بلاد كنتا عن طريق الخريطة ديالة منيك يجي الاتحاد الدولي تقولك يمكن منع بعض الأقمصة التي تحملوا الإشهارات التجارية التي تتنافى وتتعارض مع قوانين داخلية لبلاد المصادف بمعنى مثلا ادن دولة تمنع القيمار كتجي واحد الفرقة لدير واحد إشهار مثلا ديال القيمار يمكن أن تمنعه وبين قوسين حتى تلك الإعلانات التي تضمن على الأقمصة أندية ومنتخبات فهي مع بداية كل مسابقة تقدم للجهات القاري الذي يأخذ نسبته من تلك الإعلانات لأنه لديه رعاة رسميين وبتالي ولكن خريطة المغرب وخريطة أي دولة ليست بعلامة تجارية وليست بمستشهر ومسموح بها قانونيا يسمح بها هي عندك الراية ديال الدولة والخريطة ديال الدولة مسموح بها دوليا عندما تتطرق لهذا الموضوع وكتبغي تحبص فرقة فهذا اسمه العبت صحي اليوم الأمور حسمت لأن القميصة الذي ذهب به فريق نهضة بركان لكي ينافس في هذه البطولة برسم نصف نهائي كاس الكنفدرالي الأفريقية أمام اتحاد العاصمة الجزائري لعب به مباريات عدة بنفس اللون ونفس الخريطة ونفس الحجم وقل متى شاء من المواصفات وبموافقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدر اليوم تم المنع ألغي اللقاء رسميا وكانت الإشارة واضحة عدم نزول حكام المباريات صحيح هذه إشارة قوية بأن عدم خوض مقابلة هو قرار الاتحاد الأفريقي ليس قرار ديالي لأن هناك من أرد أن إذا بفتجاه أن نهضة بركان سحبت لا نهضة بركان وقفت في مستودع الملابس وبقيت في انتظار الألبسة الرسمية ديالا إلى آخر دقيقة وعدم صعود الحكام هو دليل على أن التوجه كان توجها رسميا للاتحاد الأفريقي وليس فقط لفريق نهضة بركان وبالتالي فهو يعطينا نظرة شمولية حول مدى سلامة الموقف القانوني لفريق نهضة بركان نعم بالتبرير الجزائري والذي شهدناه عبر مجموعة من الأمور والتصريحات إلى غير ذلك قالوا بأنه فيه سيادة أي سيادة لدولة مستقلة اسمها الجسار على دولة أخرى مستقلة اسمها المملكة المغربية تعرف حدودها الجغرافية وترسمها عبر خريطة معترف بها من طرف الأمم المتحدة وكل الأجهزة الدولية أين كان المس بالسيادة لكي نوضح لمن يتعلم إلا إذا كانوا يعتبرون أن الممارسة من طرف إعلام جزائر هي ضد الموجهة ضد المغرب سيادة فهذا موضوع آخر ولكن سيادة الدولة هي محددة في القانون الدولي وفي الاتفاقيات الدولية السيادة ديال الدولة هي مني كانت تحدث على مثلا الوحدة الترابية ديالها حدودها الزوية والبرية حدودها الزوية والبرية مني كانت تكلموا عن النظام السياسي ديالها مني كانت تكلموا على الدين ديالها مني كانت تكلموا على اللغة الرسمية ديالها هذه السيادة والهوية أما أنت تحدث عن موقف هذه دولة عندها أرضها العيون نحن نرى كمشونها في طموبيلتنا والداخل نرى كمشونها في طموبيلتنا وهذه بلادنا وفيها سلطات إدارية مغربية ونمارسوا فيها أنشطة سنة التجارية وأنشطة سنة الرياضية وأنشطة سنة الإدارية ما كانت شي مشكلة فهذه خارطنا وهذه بلادنا كاملة درناها فدفة ما نشوفش باتاتا حتى مليمتر واحد ديال التماس بين الموضوع وبين السيادة الجزائر إذن هذا المبرر الفاشل لا مكان له من الإعراب في قاموس الاتحاد الأفريقي ولا الفيفا وحتى أن تم اللجوء إلى الطاس وهذا أمر واضح بالنسبة لنا مغاربة ولكن لقصار العقول لمن يروجون هذه البروباغندا الفاشلة التي لا تسمن ولا تغني من جوع والتي فيها تنفيذ عن أمور أخرى لها علاقة بالشأن الداخلي هناك يعني نقول لهم بأن هذا الموال الذي يغنى مرارا وتكرارا مسألة السيادة لك الحق بأن تكون سيدا على حدودك وجغراطيتك وثرواتك الطبيعيتك ومشهدك الاجتماعي والسياسي والثقافي هذا أمر لا جدال فيه ولكن اليوم ضيف جاء وفقا لمعايير وقوانين يرسموا الاتحاد الأفريقي الأمور أصبحت واضحة ماذا يقول القانون في حين تعذر إجراء هذا اللقاء والتقصير كان من الطرف المستضيف وبالتالي نهضة بركان تريد أن تواصل ولديها تاريخ محدد كلقاء إياب ولكن ماذا عن نتيجة مباراة الذهاب والعقوبات التي قد تسلط على الاتحاد العاصم أكد أنه سوف تكون موضوع اجتهد لأن القانون المنظم المسابقات الكونفدرية الأفريقية تحدث في الباب 13 على تقصير الحالات الغير متطرقة system والتقصير الحالات سوف تتعمل بكوميسيون انتركلوب الاخاف كوميسيون انتركلوب الاخاف أتتعت ونكت أن الحالات الغير واردة بهذه القانون السفر يتم مناقشتها في اللجنة المسابقات الانتركلوب أتعت واخدت قرارا بأن نادي كنهضات بركان يجب أن يتسلم معداتي الرياضية كاملتا ويلعب بذلك القامس اللي سبق لهذه اللجنة وصادقات إليه ومشاء الاستناف وجاءت لجنة الاستناف وأكدت بأن قرار اللجنة دي المصابقات وقرار سليم وقرار قانوني وبالتالي اليوم سنمشي العقوبات المصلطة على الفرق التي لم تحتار لم تحتارم الشروط تنظيمية والتي تكون فيها خسارة بثلاثة صفر خسارة بثلاثة صفر ومقابلة الإياب إذا رفض فريق اتحاد العاصمة أنه يجي لعبها خسارة بثلاثة صفر يمنع من المشاركة ويمكنه أن تذهب العقوبة إلى منع الاتحاد المحلي من المشاركة في المصابقات لمدة سنتين وفي هذه الحالة تتم إحادة الملف أيضا على الاتحاد الدولي الاتحاد دوره لكي يأخذ فحقهم العقوبات اللازمة نظرا لأن هناك تدخل جهة خارجية خارج النطق الرياضي في قرارات التحاد واليوم نهضة بركان من حقها أن تذهب وترفع دعوة قضائية لدى الفيفا على أن هناك إقحام للسياسة في الرياضة من طرف دولة الجزائر وبأن هناك ضرر مادي ومعنوي كان قد تعرض له الفريق من خلال حجزه في المطار لأكثر من عشر ساعات بعد وصوله إلى الجزائر وأيضا الأمور التي ترتبت عنها حتى على مستوى الكاف وعلى مستوى النادي فيما يخص الرعاة الذين هناك بث تلفزيوني رعاة يريدون أن يروا علاماتهم التجارية على أقمصة الفريق فيما يخص مباراة بحجم نصف نهائي كأس الكنفدرالي كل هذا الملف ربما يتم دفعه أيضا من طرف نهضة بركان ما هو أكيد أن فريق نهضة بركان يمكنه أول أن يرفع دعوة قضائية للتحاد الجزائري لاستغلال الشعار ديره بدون إذن واستغلاله غير مشروع انتاج قميص تقصد لا يملكون الحق لا يملكون الحق هذا الشعار ديرنادي والشعارات لا تتسجل فيها الشعار ديالهم كنقولوا إما كين لا تتسجل فيها الشعار ديالهم بخصيدور أدميستراتي بمسطرة إدارية أو نعم يعني مثلا كتجي واحد الشركة عالمية معروفة ما كتبقاش محتاجة أن أي دولة مشاتلات تسجل فيها الشعار ديالي لأنك أتقول لي بدك بدك المستؤولي معروفة بعالميا ولا وطنين ولا إقليميا أنه في الشعار نادي لا يمكن الالتحاد الجزائري أن يستعمله في صنع أقميصة هذه مسألة الأولى المسألة الثانية كيف نظرت لمبادرة الاتحاد الجزائري لكرة القدم بصناعة أقميصة هي تسير في نفس منحة رقصة الطير المذبوح التي يقوم بها الاتحاد الجزائري فالميل في كامل لا يعني البلدة وصلت لهذا المستوى نفتح قوس فقط هذا القوس أقميصة برشلونة تصنع في مصنعا في طنجة برشلونة الإسبان وما أدراك ما برشلونة وجودة منتجات برشلونة الرياضية أقميصة مجموعة من الأندية والمنتخبات تصنع في المملكة المغربية بالعكس لدينا شركات مغربية اليوم توسعت في نطاق رعاية مجموعة من المنتخبات والأندية وهي التي تصنع لها الأقميصة يعني بمعنى آخر هل المغرب اليوم محتاج إلى تصنيع عدد من الأقميصة لناديه المغرب ذهب بأقميصته ولديه مستلزمات كافية وفيها خريطة بلاده التي يحملها المغاربة في أقميصة في قلوبهم في عقولهم وعلى جباههم وسيحافظون عليها يعني أنا أنظر إلى مستوى التفكير الذي وصل إليه مستوى البلدة بلدة بكل مدحل الكلمة يكانت محاولة بئيسة من أجل إحراج فريقنا دسبركان والقول بأن فريقنا دسبركان هو من رفض أن يعب المباراة ووفرنا له الأقميصة لكن فريقنا دخل ما يجب أن يعرفه المسيرين داخل جزائري ولا يمكن أن يعرفوا ذلك أن نحن نرى مستوى البنية التحتية ومستوى المستوى التقني للبنية التحتية في الجزائري كان نفهم بأن الأقميصة عندها مواصفات تقنية وش كتشرب العراق فش كن بغلو مشي وكن بغلو لعبو في واحد جو في الرطوبة النوع دي القميص رمشي هو لي كن لعبوش كشكون الحرارة طالعة ماشي هو لي كتكون فممكن تجيب لي واحد القميص أو لعبي الثاني حاجة أنك نحترم القانون وقانونيا عندي قميص وللإشارة لو لعب فريق ندر سبركان بهذا القميص اللي جابوا ليه لا خاصة ندر سبركان لأنه قميص غير مصادق عليه من طرف لجنة المصابقات مخالف للمعايير التي قدمها في البداية للجنة المصابقات في الاتحاد الأفريقي لكراس القدم قبل انطلاق المصابقة اليوم مست صورة الجزائر بهذا الحدث كما مست صورة الجزائر في اعتقال وفد من الصحفيين في مناسبة رياضية سابقة كما مست صورة الجزائر في افتتاح حفل الشان حين تم استقدام حفيد منديلا المارق وبدأ يحف على العنف والإرهاب كما مست صورة الجزائر في اعتداء على فتيان المنتخب الوطني كما مست وتمس صورة الجزائر في كثير من المناسبات الرياضية التي أصبحت بالفعل تمثل مأزق للاتحاد الأفريقي إلى أين يسيرون وما هو المستقبل المنتظر بالنسبة لهم في ظل هذه السياقات التي أصبحت تورط الاتحاد الأفريقي بكل ما تحمل كلمة معنا والخطير في الأمر هو أن الاتحاد الجزائري والجزائر أصبحت تتمادى في الممارسات الإجرامية في كل مرة كانت هناك مناسبة رياضية والخطير في الأمر والدليل لأن الممارسة هي ممارسة إجرامية أن هناك من خرج وهناك صحفي لدعي الذكر اسمي خرج ليتبجح بأن فريق نادة سبركان يهنئ يهنئ الجزائري لأن نادة سبركان دخل سالما وخرج سالما في حال أن هذا الأصل وأنا سبق وقلت وفي تصريح أمام باب مطار هوري بومدين طرح عليه سؤال أحد الصحفيين قال لي هل تفاجأتم بحفوة استقبال فقلت له بأن حفوة استقبال هي الأصل والاستثناء وما يقع من فلت الداخل ملاعبكم فكن نظن بأن هذا التمادي يجب على الاتحاد الإفريقي أن يكون صارما يجب على الاتحاد الإفريقي أن يعني كيفما نقوله بفرنسيا أغطي لي مغاجي لأن اليوم المغرب غدت تكون دولة أخرى ولكن هذا ماشي نزيف هذا أسلوب هذه عقيدة دبلوماسية اليوم وعقيدة في التعامل مع الأندية والمنتخبات المغربية كنا في ما سبق أمام حرمان لمنتخب وطني من المشاركة تتذكر في كأس أفريقيا المحليين وكان فيها المغرب يعد منتخبه الأولمبي وأراد له هذا الاحتكاك أي أنك حرمت شباب أفريقيا ليافع الباحث عن تجربة وخبرة عبر منافسة قارية أحدثها الاتحاد الأفريقي من أجل عكس صورة حضارية عن الممارسة الكروية الأفريقية وحرمته بسبب ما سمي رحلة طيران مباشرة ورحلة طيران غير مباشرة شهدنا ما حدث مع مجموعة من المنتخبات والأندية الوطنية إلى أن وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم مع نهضة بركان واتحاد العاصمة اليوم هذا يتطلب ليس فقط رد عبر عقوبة ما تصلت على نادي وصدقني لا حول له ولا قوة شهدنا تصريحات رئيسه وشهدنا المسؤولين فيه صحيح أمام الإعلام يتغنون بالسيادة ومشابه ولكنهم أمام الواقع المرهر كانوا يريدون الحفاظ على اللقب الذي يحملونه أنت سيرت في نادي لا يوجد نادي يريد أن يخسر بطوله اليوم وضعهم في مهب الريح ما يعني أن النظام الحاكم لا يعني تقدم وتطور الكره الجزائرية بقدر ما يعني أن يحقق انتصارات وهمية هل الكاف ومتسبي في عهدته جرب أكثر من حدث قادر على أن يضع حدا لما اسميته بالنزيف رابش من أجل وضع حد لهذا النزيف هناك نصص قانونية واضحة لتفعل يجب تفعيل النصص القانونية وتفادي المرونة مع دول الجزائر سمح لي مهدي كان هناك تنبيه للاتحاد الجزائري في قضية المنتخب الوطني المحلي ماذا صدر عنها بعد من قرارات لم يصدر شيء ويقولون بأن الكاف مختطف وأن الكاف محتجز وأننا لدينا نفوذ وأننا لدينا بالعكس هم اليوم من يستفيدون من السلطة القائلة هم يعتبرون أنهم قوة ضاربة هم يعتبرون ما يشاءون لكن المرونة في التعامل مع السلوكات الصبيانية يلتحى الجزائر كرة القدم يجب أن تقف ويجب أن يتم نهاية العودة دي المرونة وتفعيل النصص لأن المرونة مثلا نادي الوذد الرياضي من نمشي العب مع شهيبة القبيل رفعت جميع الأعلام وبنفذك العالم الجزائري لعالم مغرب وجئنا في أي المكان وطلبنا رفع راية المغرب ورفضوا بيديل أنهم لا يتوفرون على عالم مغرب وجبنا لهم عالم المغرب وقال لك لا وصلنا لأننا نزلوا الراية ديانهم بش ما يطلعوش راية المغرب ولكن نحن كنا أشتر منكم بعد الشيء أيضا في نهاية دوري أبطال أفريقيا ذهبنا فوجدناهم قد وضعوا راية الجزائر كبيرة الحجم وراية المملكة المغربية صغيرة الحجم وكان معنا قنصل المملكة وكانت معنا إدارة نادي رجاء وفرضنا أن يوضع العالم المغربي وجئنا بالعالم المغربي بذات الحجم الذي رفع به العالم الجزائري رفضوا ليس من باب المباهة والمغالاة لا لا فقط العين بالعين والسن بالسن اليوم حين أستقبلك لا أقم بمثل هذه العمليات لا راكت جيب لي راية هذا الحادث اللي دوتي عليه جبتي لي راية نقول لك لا أنا ما غني ديرهاش والله يجلزك بخير ونكس علم بلاده أرى قابل باش تقبل تنكس علم بلادك باش ما ترفعش علم آخر فهذا لا هذي عقدة ومرض للأسف ولكن ماذا بعد يعني ما المقبلون عين يوم يجبوا تفعيل النصوص يجبوا تفعيل النصوص ربما أن اللجنة اللجنة المصابقة ما يروج الآن وأنها سوف تعطي تاريخ آخر لإجراء المقابلة بدك القامس بدك الشروط هما سوف يرفضون سوف يتشبسون بذلك 100% ولكن إذا رفضوا فيجبوا أن تطبق النصوص بحدافرها أن يعتبر الفريق من هزيم 3-0 وإذا رفض المجيء إلى المغرب أن يتم حلمانهم المشاركة لموسمين وبما في ذلك الاتحاد الجزائري لأن الاتحاد الجزائري هو المسؤول على كل ما يقع وكيف مذكرت رشنة صريحة دي المسؤولين على الفريق الفريق لا حول هو لا قوة الاتحاد الجزائري الكرد القدم هو المسؤول وبذلك يجب على الاتحاد الدولي أن يفعل أيضا النصوص الواردة في النظام الأساسي وأن تصدر عقوبة في حق الاتحاد الجزائري دوليا من أجل إيقاف مثل هذه الممارسات لأننا نرى غادئين في واحد الاتجاه اليوم تقوم بذلك مع المغرب له دولة مسالمة ويتبع سياسة صاحب الجلالة في يد الممدودة ولا نريد المشاكل ولكن غادئا ستجي مع الدول الأخرى رحنا شفنا شنو كان وقع بالجزائر ومصر صحي 2010 نحن اليوم رحنا مع دولة المسالمة غدا ما عرفنا شهاد الناس لأن الأحمق لا يمكن أن تتوقع ما يمكن الحدود دي الأفعال دياله وهذه أفعال حمقاء بش جيت وقف مصابقة قارية العالم كله كيتبعه مستشهرين دوليين إفريقيا اليوم وقيمت في أول جربة السوبر ليج كجربة نموذجية رئيس التحاد الدولي أصبح يزور دول إفريقية أكثر من دول أوروبية اليوم يمنح شارف تنظيم كأس العالم بين قارتين أوروبا وإفريقيا وله ما له من دلالات وتجين تتريب هذا شيء كامل من أجل إرضاء خواطر مجموعة من الأشخاص هارموا من أجل وكفكرة إذا عرف السبب بطل العجبة هذا ما يغيضهم لنقولها بصراحة اليوم قلناها في المقدمة هناك بحث عن انتصارات وهمية على حساب أو من بوابة الرياضة نظرا لأن الهزائم والانتكاسات متتالية على المستوى السياسي ونشاهد المنتظم الدولي كيف اليوم يدعم وحدة المملكة الترابية وبأن العالم أجمع يسير صوبة مقترح الحكم الذاتي وهو الذي أصبح على الطاولة وبالتالي هؤلاء أمام تلك النكاسات التي تتوالى تباعا يبحثون عن انتصارات إلا أن نقول ما هو أبعد من ذلك هو أنهم في سنة انتخابية ويحاولون إلهاء الشارع الداخلي ولقد شهدنا عدوى تلاحم الأندية الجزائرية مع نادي اتحاد العاصمة وكأنه في معركة النادي لم يكن في معركة النادي كان أمام منافسات رياضية محضة مئة بالمئة ولكن من تدخل فيما لا يعني لقي ما لا يرضيها هو كان يريدون تغيير توجه الشارع العام لأن من الاتحاد الجزائري اللي هو المسؤول إلى الفريق لأنه تحسبا لأي كارثة سوف تقع قانونيا وما يعلمون بأن هناك عقوبات سوف تنزل لأنك تقول لأنك عندما تكون بصدد القيام بجريمة وبخرق قانوني فأنت تعلم بأن العقوبة آتية فالتحاد العاصمة غير معني باش من انطحوش فضل فخ جماهيرو جاءت لتحضر المباراة الاتحاد جزائري لكرة القدم هو المعني لأنه هو المستقبل وهو المسؤول عن التنظيم هو المسؤول الأول والأخير أمام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم نظرا لأنه لديه التزامات قد تم التوقيع عليها في كل هذه المسابقات المنضوية وقانون تحت لواء الاتحاد الأفريقي ولا ننسى أيضا أن هناك تسيس للرياضة وعلى الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي تدخل في مجموعة من الدول وأوقف أنشطة اتحاداتها المحلية بسبب أمور قد تكون أقل مما حدث مع نهضة بركان هناك في مطار هواري بوميدين شكرا لك مهدي الزوات المحامي شكرا لكم عن الصدافة شكرا لحضورك معنا وعلى كل الإضاءات التي قدمتها بخصوص هذه القضية التي أثارت رأي العام ولكن استحقت عليها نهضة بركانة الشكر والثناء لتمسكها بثوابت هذه الأمة وأيضا لدفاعها عبر هذه الرحلة التي لم تكن رحلة ميسرة للإشارة وأنا مجرب فرمشي سهل هذاك الاحتيجاز رمشي سهل لأن الإنسان ما يبقاش عرفه سوف يخرج وليما سوف يخرج حتى التصريحات والفيديوهات يعني ألاهم على النضال الوطني كان صمود كان صمود وستحقوا على استخدام بالأبطال في مطار وجدان قد يوم أمس وقد استقبلوا حتى ممن لم يحضروا كان هناك عرفان وكان هناك افتخار واعتزاز بما قدموا وهذا هو حال المغاربة يدافعون على أراضيهم يعني في الماضي وفي الحاضر وأيضا في المستقبل ولا يفرطون بذرة من تراب وطنهم الغالي شكرا لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة لكم أشمل تحية أينما كنتم إلى اللقاء